بعد أقل من شهرين على تحريرها من المسلحين يعود الطيار الكهربائي إلى المناطق الصناعية في الزرب والإيكردا والمنصورة بريف حلب تمهيدا لإعادة فتح منشآتها وتفعيل دورها الصناعي من جديد بعد التوقف الذي سببته الحرب وأول الغيث إعادة العمل في أكثر من 22 شركة ومعملا بعد إعادة تأهيل محطة إيكردا وتغذية منطقة الزرب بالطيار الكهربائي قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بالعمل وبشكل فوري على إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في منطقة الزرب الصناعية بالتالي تم إعادة تأهيل محطة إيكردا الصناعية الشركة العامة لكهرباء حلب دعت الصناعيين إلى تزويدها بالطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة لإيصال الطيار تباعا إلى منشآتهم تعرف أكيد وجود الكهرباء بيساهم بشكل كتير كبير بتحسين الإنتاج بتحسين الطاقة الإنتاجية للمعمل مليارات الليرات السورية تكبدتها المنظومة الكهربائية في مناطق حلب الصناعية على مر سنوات الحرب في وقت تنهض فيه الصناعة في سوريا من تحت الرمد حيث باشر الصناعيون بالعمل لترميم ما تبقى من منشآتهم ومعاملهم لإعادة عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها قبل الحرب من شأن إعادة تغذية المناطق الصناعية المحررة بالكهرباء أن يخفف العبء الاقتصادي على الصناعيين الذين عمدوا إلى استخدام المولدات لتسيير أعمالهم الأمر الذي زاد من تكلفة الإنتاج وأدى بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق فيما يكمن الأمل في انعكاس إقلاع تلك المنشآت إيجابياً سواء على إعادة مكانة حلب الصناعية إلى سابق عهدها أو على واقع الأسعار المرتفعة في أسواق المدينة ترجمة نانسي قنقر